بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكليف والإدارية 2 الوحدة الخامسة الموازنة المرنة وتحليل الإنحرفات Flexible Budget and Variance Analysis محتويات الوحدة أولاً حنتكلم عن التكلفة المعيارية المفهوم ثانياً حنتكلم عن مزايا نظام التكليف المعياري ثالثاً مفاهيم الطاقة لتحديد أنواع المعيير رابعاً نظام التغذية العكسية وتعديل المعيير خامساً انحرفات التكليف هنتكلم فيها عن تحليل انحرفات المواد المباشرة وتحليل انحرفات الأجور المباشرة وتحليل انحرفات التكليف الصناية غير المباشرة سادساً الموازنة السكنة والموازنة المرنة سابعاً تحليل انحرفات التكليف الإضافية في ظل الموازنة المرنة ونأخذ فيها التحليل الشامل لانحرفات التكليف الإضافية والتحليل التفصيلي لانحرافات التكاليف الإضافية سنبدأ مع أولا التكاليف المايارية المفهوم Standard Cost The Concept تعتبر التكلفة المايارية تقديرا لتكلفة الإنتاج والتي تمثل خطة عند وضعها ثم أداة رقابة ومقارنة عند التنفيذ الفعلي فهي تمثل ما يجب أن تكون عليه التكلفة الفعالية في المستقبل في ضوء ظروف تشغيل معينة ثانيا مزايا نظام التكاليف المايارية The Advantages of Standard Costing تتمثل مزايا نظام التكاليف المايارية فيه تجذب انتباه القائمين على التنفيذ للاهتمام بمبالغ التكلفة وعدم إحداث إصراف اثنين تعتبر إجراءات التكلفة المايارية مهمة للإدارة في مراحل التخطيط ثلاثة يتطلب وضع وصياغة التكلفة المايارية ضرورة تعاون الأطراف المختلفة داخل المنشأة من تعاون المحاسبين والمهندسين في مرحلة صياغة المايير أربعة يتطلب وضع المايير ضرورة استعراض مصاعب التشغيل الداخلي ومحاولة تذللها لتسهيل تدفق العملية الإنتاجية خمسة لابد من أن يسود الشعور العام لجميع أطراف المنشأة بأن التكلفة المالية أصبحت مفهومة لدى الجميع ترجمة نانسي قنقر